بداية أود أن أسمع منك أن تطلعن على ظروف اعتقالك وما الذي حدث شكراً جزيلاً أشكركم أولاً على فتح هذا الموضوع هذا الموضوع المفروض أن يدرج على رأس أولويات كل شخص في عنده قليل إحساس هذا الناس ليس المفروض أن يختطفوا أبداً ما عليهم أي تهمة هذه الناس قوات الإنقلاب فقط تفشغلها في الحلقة الضعيفة في الناس الذين يقاوموهم ووقفين ضدهم أنا كنت في بيتي في 5 أغسطس 2015 وفق أهجم على بيتي مسلحين ولو زراعي وخطفوني من داخل بيتي وابتدأت رحلة استمرت ثلاثين يوم في ظروف غاية في السوق متنقل من زنزانة لزنزانة ظروف الحياة في الزنزانة رديئة للغاية عبارة عن علب سردين مبلطة بالبلاط ومعاكي مساحة صغيرة جداً جداً لقضاء يومي كله يوم بعد يوم شهر بعد شهر سنة بعد سنة بالنسبة للبعض في آخر هذه الزنزانة في زوة إلى الخصر في ساتر إلى الخصر إلى مستوى الخصر خلفه في نقرة وفي حنفية في هذه الزوة التي تقل عن متر في متر يقضي الواحد كل وظائفه الحيوية ويشرب الماء ويتوضع ويغسل ملابسه لا يوجد ملابس يعني الواحد كان يقلس نصف عريان عندما تضيق فيه بالدنيا وينظف يتفتح فيه باب حديدي طبعاً المكان معتم وما فيش ضوء ولا فيه شمس ولا فيه هوى وفيه خزقة في الباب تتفتح ثلاث مرات في اليوم في الصبح وفي العشي يجبوا فول وكدم وفي الظهر رز وبطاط ويمكن شوية ألياف من سكابي دقاج بالليل يتلصصوا عليك ويتسلطوا ممنوع حتى الماء اللي يسموه المقابرة ممنوع تتكلم ممنوع صوتك يطلع يتفتح الشاقوس اللي في الباب فقأة ويسلط في الغدر يسلط عليك الضوء الكشف يشتيشوف تتكلموا وإيش تسووا أنتوا أصلاً يعني ولا بتعملوا شيء حياة بائسة جداً جداً برد بشكل مش معقول يدخل في العظام وفي القدران اللي الشمس بتضربها بيكون الواحد ما يقدرش يتنفس من الحما على حسب الزنزان اللي الشخص فيه بها البعض كان بيتعرض لتعذيب أنا أفهم من الحلقة ذي اللي أثارها المأساة اللي حصلت للأخ جمال المعمري نعم والبوست الذي نشرته أنا كنت معه في نفس زين نعم نشرته أنا طرقت باب كل حد ممكن يطرق بابه سواء من المنظمات المحلية أو المنظمات الدولية أو الأمم المتحدة أو فرق مراقبة مجلس الأمن والحكومة الشرعية وحقوق العنسان كلهم كلهم والناشطين كل واحد يهز رأسه ويبين أنه زعلان وأنه متأسف لكن ما فيش حاجة بتحصل وبعد كده كانوا بيخوفون أنه لا ما حدش يكون يتكلم في الموضوع هذا لا يضروا أكثر بعد كده لما فاض بيالكال ما قدرتش خبيه طب دكتور نعم تفضل كتبت نعم يعني ما التهمة التي طبعا الشخص هذا أنا دخلت الزنزانة عنده في يوم 12 أغسطس أنا اختطفت يوم 5 أغسطس في 12 أغسطس لما اختطفت عنده شافني كأنه شاف إيش لما عرفت إن أنا دكتور وقلت لما فحصت لما فحصت على طول افتهمني إنه مشلول قلت له احنا الآن خلاص فيه شلل عدنا لا قلت كلمة شلل هذا الشخص مشلول لمدة 3 أشهر ومش عارف إنه مشلول صاح صاح بكل قوته أنا مشلول لا قلت لك أي شيء أقول له كان غرضا أنا أقول له لازم نعمل علاق طبيعي ولازم نترياض ولازم طول الوقت ما نحاول نتحرك عشان نحافظ على قوة العضلات لكن قلس مصدوم بمجرد عرف إنه مشلول يعني واحد مشلول من التعذيب ثلاثة شهر وما حد شافه ولا تلقعه رعاية طبية ومستغرب ومدهوش ومصعوق ومصدوم لما حد يقول له إنه مشلول بعد كذا حكالي حكالي إيش حصل له كيف لما وصلت بهذا الحال وصل بهذا الحال طبعا هو بيحكيه مش فاهم المغزاة الطبي لنوع التعذيب اللي تحرق له أنا استنتاج النوع الإصابات استنتاجتها استنتاج من الحاجات اللي وقال إنه عملوها في بو ومن تأثيرها على قسمه طزوا بعقاب السجائر وبالصاعق الكهربي على قلده ودخلوا حتى لداخل فمه وحقنوا تحت القلد بأشياء ما نجدير إيشه بس عملت الحبيبات في أماكن متفرقة في قسمه في مواقع دغزو بالإبر وبعدين كانت الصاعقة الكبرى لما حطوا شال شال حول إبطائه واحد من عند الرأس قلس يسحبه واحد من عند رجله مسك الكاحلين كاحلين القدمين وقلسوا يسحبوا في الأرض وينزلوا به الدرج درج السلالم طالعه نزله وواحد ثالث بيركله بيزبطه في المؤخرة هذا انتهى بأنه ابتسقت الأعصاب اللي موجودة في الأبط اسمها الظفير العضادية وحصل له شلل طرفي في الذراع العيسر كامل ونفس الشيء في عرق اسمه عرق النسع تأذى من الخبط بالدرج ومن الراكل وابتسق وهو أوصيب بالشلل الكامل اللي هو من النوع الطرفي الطرفي في الطرف السفلي الأيسر الآن الطرف الأيسر بكامله مشلول تماما بعدين رموه ثلاث أيام وبعدين قاءوا له مرة ثانية ما اعتقدش انه في حياء في الطب لازم اقول ايش ايش قال قال حطوا واحد ربطوه واحد حط اصبعه عند خصيته ودخل ما بين الخصيتين وضغط بكل قوته بحيث أنا الاستنتاج الأسماء العلمية من عندي ضغط لما زنق الحبل المنوي على على عظمة العانا عظمة الحوض طبعا في الحبل هذا بتجري الأوعية الدموية اللي بتروح للخصية فانقطع الدم على الخصية واصبت بالاحتشاء من شدة الألم فقد وعيه بعدها بعدها بأسبوع أسبوعين ابتدأ قال أنا من بعدها ما شعرش بالخصية لأنها طبعا ضمرت بانقطاع الدم عن الخصية ضمرت حطوا بعد كده بدون عناية والجراح اللي كان مليان جراح على حسب ما يحكي وآثارها موجودة عبارة عن ندبات حطوا في السجن كان بالتدريج طبعا الباقي هذا كلنا بنتعرض له سوء التغذية ما في الشمس العضلات حقنا بتضمر العظام حقنا بتوهم يحصل عندنا هشاة يحصل عندنا كسائح في العظام طبعا هو ضربي هذا في مئة ضعف هذا اللي أنا بحكي قالس قعيد قعيد في الفراش للنهار قعيد في الفراش للنهار هذا أجهز على ما تبقى من روح عنده في العضلات أو في العظام في النهاية أصبح كتلة لا تتحرك حتى الأجزاء السليمة مزيق ما بين اليبسة بسبب قلة الحركة وبسبب عدم الشمس ونقص البيتامينات نعم وسوء التغذية شفتوا بعدها 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 شهور أنهم ينقلون من زنزان إلى زنزان أنا تنقلت في 15 زنزان في خلال العشرة شهور اللي قلست ها عندهم لما شفتوا بعدها بكم شهر كان كتلة تمسكوا في أي مكان يصيح طبعا حالت النفسية سيئة جدا ودائما يقبروا المساقين أنهم يعتنوا بها ويقوموا بكل ما يلزمه اللي هو شغل التمرين أي ساقين يقلس عنده بينهار في خلال أيام من كفر العبء النفسي لما يشوف واحد معذب هكذا والإجهاد البدني لأنه مجهود العناية سمعت الزميل قبل شوية بيتكلم ما هو التهمة ما هي التهمة أي تهمة مهما كانت لا تستدعي أن يتعرض له أي بني آدم صحيح يجب على كل شخص في عنده قليل إحساس أن يعمل شيء دكتور دكتور برسالتك التي كتبتها أنت قمت بالذي عليك وأكثر ربما لكن أود أن أسألك هذا شخص ربما هناك الكثير والكثير مما لا نعلم بحكاياتهم بالنسبة لك دكتور هل كنت تتعرض للتعذيب أهلا أنا شخصيا ما تعرضت بس طلب مني أن أزور تقريبا كل نزلاء السجن في فترة في الفترة الأولى كان حالتهم تعبانة جدا وكان ما فيش ديزل ولا في ضاء ولا في كهرباء ولا في آكل ولا حاجة وكان في فترة استعانوا بمهاراتي الطبية وزورت كل سجين كل سجين معه شكوى وقدمت فائدة غير عادية في الحاجات التي هي تطابع وبائي كان القرب معظم المساجين كانوا مصابين بالقرب قضيت عليه في خلال يومين باستعمال الدواء المناسب لكن في قصص كثيرة المفروض مكانها في المستشفى حتى لو كانوا مقرمين حرب المكانه يكون في المستشفى تحت الحراسة مش مكانه في سجن يعني حتى لو في واحد مقرم مقرم فعلا مكانه مش في هذا المكان لو هو مريض نعم وانا قلت الكلام ذا قلت لهم الكلام ذا قلت لهم في كل الدنيا في مقرمين وفي مقرمين حالتهم الصحية سيئة مقرمين حالتهم الصحية السيئية يتحطوا في مستشفى تحت الحراسة ما يتحطوش في الزنزانة ويرقمو بهم ويكلف السجناء بالعناية بهم بالنسبة لي العذاب الأكبر كان أنك ترمى هناك تكون مرمي هناك وما تعرفش طبعا ممنوع تسأل أي سؤال ممنوع تتكلم أي كلام ممنوع تتكلم مع اللي جنبك ممنوع كل شيء طبعا لما كانوا بيحتاجوا الخدمات الطبية يعني مجرد أن أخرج لنص ساعة وللساعة كنت تعتبره شيء رائع جدا 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 أما الباقي فهي حياة بائسة بائسة للغاية تخيالي لين نهار في مكان معتم وانت بردان قائع بس أنا كان معي عدة مهارب عدة حاجات أهرب في بها كان اللي يهمني أكثر حاجة أن أنا منهرش والحاجة الثالية يتهمني أن أرفع راسكم أرفع راس كل واحد يحس أنه أنا أو أي واحد زي بيمثله سواء في الأسرة أو في المحيط أو في الوطن كله كان معي ثلاث أساليب للهرب من هذا الواقع البائس الأول الرياضة ساعات كنت تقري في محل أكثر ما يقرب من 13 أو 14 ساعة في اليوم والثاني التعفف والقناعة القناعة بحيث أنني قلت أنا ولا أريد شيء ولا أريد أي شيء ولا أريد أكل ولا أي حاجة ولا أتمنى أي شيء هذا خلاني كبير ولا أنا مهتم بفقدان أي شيء سواء من أكل أو من شرب أو من راحة أو من تسلية أو من أي شيء والحاجة الثالثالك أحد الأسباب التي أبقتك قويا وهي أن تجعلنا أن نكون فخور بك هذا ما وصلنا بالطبيعة الحال بالتأكيد سنكون فخور بشخص مثلك نقل معاناة هؤلاء المساجين نقل أوجاعهم إلى العالم يعني نحن نعلم ما هي الجهود التي تبذلها سواء في المنظمات ترجمة أيضا التقارير يعني جهودك تصلنا تماما ونحن فخورين بكل خطوة تقوم بها دكتور أعذروني تأثرت شوية أنا دائما أتأثر لما لما حس باللي حصل لي ووقعه على أهلي والثانية بالقصص هذه المأساوية مثل قصة جمال المعمر اللي عشتها شخصيا دائما مهما مهما حكيتهم لازم أحس أن نتأثر بالنسبة لهذا الموضوع كان فيه كل يعني حتى الكلام هذا اللي أنا ذكرته مكتوب في تقرير السنوات المتحدة بناءا على شهادتي وهم من القبل اللي كتبوا التقرير في المتحدة ما سمونيش وسموا جمال المعمر حسن والتقرير قد نشرته خايفين نعم لا يضروا أو يضروني خلاص بتهيلي قد عملنا حسابهم كثير الآن لازم نخرج ولازم كلنا نتعاون ونعمل منها قضية مش قال المعمر لازم يخرج وكل الناس اللي حالتهم الصحية رديئة لازم يخرجوا بس كلهم كل الآخرين أيضا لازم يخرجوا هذا ما فيش عليهم تهم أبدا هذا الناس في تقني عليهم تقني على حياة حب حتى لو هم ضدهم معظم الشعب اليمني ضد الإنقلاب كم عصر الله الموافقين على الإنقلاب بس هذه الخبطات عشوائية الغرض منها ترويعهم وترويع أهلهم وصد وصد الآخرين وتخويف الآخرين لكي لا يتصدوا لها نعم دكتور أنت طلبت أن نتكاتف لنقدم شيء أود أن أعرف منك ما الذي برأيك يمكن أن نقوم به كإعلام كمجتمع مدني كمنظمات حقوقية كشرعية كيف يمكن أن نقف مع هؤلاء المساعدة واحد تفضل واحد لن نتوقف وبعدين كلمة لن نتوقف سيأتي بعدها التحسين والارتقال في كل الحاجات حتى الشرعية ما هي مشكلة الشرعية في رأي الحكومة الشرعية أنهم في حالة سكون المفروض يكونوا في حالة حركة بعين يخطئوا ويصيبوا في حاجات بتطلع عشرة على عشرة وفي حاجات حتى صف على عشرة أو حتى بالسالب ليس مهم المهم أن يكون فيه تدقيق ويتعرف هذه ما كانتش جيدة وهذه كانت لازم تحتاج تحسين أما هذه فممتاز نستمر نستمر ولا نسكت وحتى يتحسن الشيء من نفسه في البلاد المحترمة كيف يعني بيتحسن بيتحسن أنهم متخلصين من حالة السكون بيرقموا بأنفسهم إلى الوسط وبعدين يجي التحسين من الداخل والارتقال ويجي أفكار غير عادية من الداخل لكن مش ممكن نقدر نعمل حاجة وإحنا لا نعمل شيء صحيح الكلمة السحرية الكلمة المفتاحية أنه تحرك تحرك وتحرك وبعدين من خلال الحركة عادي لو أخطأ عادي لو ادربت عادي لو فشلت عادي لو سقطت بالعكس هذا شرف بعد كده يحصل التحسين نعم إذن أنا مثلا بعدما يقست من هذه الأعمال التي أعملها من وراء الستار رقمت بنفسي ذا الحين واستأو أول ثمرة ثمرة جديدة حصلت هذه واحدة من نهل إننا بتكلم معاك ذا الحين هذا ما كان شعل البل قبل 24 ساعة هذا لأننا حصل حركة تحركوا كل الناس لازم يتحركوا من الرئيس هذه إلى أصغر واحد نعم نعم